اعلنت مجموعة جي اف اتش المالية اختتام الاجتماع السنوي للجمعية العمومية بنجاح للسنة المالية المنتهية في ال 31 من ديسمبر 2023 وشهدت الجمعية العمومية موافقة المساهمين على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية بنسبة تصل الى 6.2% من القيمة الاسمية لجميع الاسهم العادية باستثناء اسهم الخزينة كما وفق المساهمون على تخصيص مبلغ 3 ملايين دولار مركي من صاف قيمة الزكاء الواجبة من الارباح على ان يتولى المساهمون دفع المبلغ المتبقي المستحق من الزكاء كما شهد الاجتماع الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن اعمال المجموعة لعام 2023 وتقرير هيئة الرقابة الشرعية عن اعمال المجموعة للعام السابق وتمت موافقة المساهمين ايضا على تقرير مدقق للحسابات الخارجية وتقرير حوكمة الشركات كما قام المساهمون بتفويض المجموعة باعادة شراء ما يصل الى 10% من اجمالية الاسهم الصادرة وذلك بعد الحصول على موافقة مصر في البحرين المركزي علاوة على ذلك قام المساهمون بانتخاب مجلس ادارة جديد للسنوات الثلاث المقبلة